السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد فاجعة سيدرحال شخص يصفي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة رميا بالرصاص بإقليم سطات أفادت السلطات المحلية لإقليم سطات أن شخصا أقدم اليوم الأربعاء بجماعة أنخيل إقليم سطات على إطلاق النار من بدقية صيد داخل مقر سكناه مما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص من أفراد عائلته وهم زوجته وأخوه وابن أخي وحسب المعطيات الأولية فإن أسباب الحادث تعود إلى خلافات عائلية أقدم على إترها الجاني على ارتكاب جريمته قبل أن يقوم بتسليم نفسه ومندقية الصيد لمصالح الدرك الملكي هذا وقد تم وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من حادث مماتل بإقليم برشيد حيث أفادت السلطات المحلية هناك أن شخصا يبلغ من العمر 17 سنة بجمعة سدر حال الشاطئ أقدم على إطلاق النار بشكل عسوائي من مندقية الصيد ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح نقل على إترها إلى المستشفى الإقليمي بالنواصر لتلقي الإسعافات الضرورية